الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة المشروعات اللي بيتم تنفيذها بيئة المحافظة وخلال الاجتماع وجه الدكتور مدبولي بحصر كل عقارات وسط البلد اللي تم تحولها لمخازن للتعامل معها فورا طبقا للقانون مع ضرورة التأكد من سلامتها الانشائية بعد حادث انهيار واحدة من أمارات المنطقة شدد رئيس الوزراء على سرعة تسكين الوحدات اللي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة وسرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية اللي تم الانتهاء من إزالتها مع توفير 600 مليون جنيه لمشروعات التطوير اللي هيتم تنفيذها في المناطق دي سواء كانت مشروعات خدمية أو مشروعات تنموية